هل التواضع ظاهرة مكتسبة أم فطرة جبلية في الشخص أم منحة إلهية يعني أشج بني عبد قيس لما جاء مع وفد البحرين البحرين لمنطقة الأحساب ومنطقة الشرقية كما نسمى البحرين فقال أين زعيمكم؟ قالوا ياتي الآن يا رسول الله دخل الوفد وهو من طول الرحلة ذهب فرتسل وتطيب ولبس كي يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أشج بني عبد قيس فيك خسرتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأناه لأن الحلم والأناه الوجه الثاني من عملة التواضع تمام صحيح لا يكن حريما إلا متواضع وياخد سبحان الله سبحان الله قال أخسرتان طبعت عليهما أم جبلت عليهما أم خلقت بهما يعني هل ده خلق جبلت اكتسبهم ولا خلق بهم قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله للجبلني على خلقت يحبه الله ورسوله فالإنسان سبحان الله الله عندما يختار عبدا يسر له سبحانه علم الله الخير في أبي بكر ففتح له باب الهداية فصار أول المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الله الشر والحقد الذي فيه قلب أبي جهل فغلق أمامه الباب يهدي من يشاء من العباد الذي يشاء الهداية من العباد لا 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 ليس شاهد الإله أولا وخير العلم لله لكن الذي يشاء من العباد أن يهتدي سهر الله له بابه لأل لا يكون على الناس حجة على الله بعد الرسل ما يجيجي أبو جهل يقول وأنت لو هدتن إذا أبو بكر كنت دخلت سليم لكن لا الرسول لم يختص أبا بكر بيوم من الدعوة واختص أبا جهل وأبا لهت بنصف ساعة لا كما أنا وأنتم على سواء يعني المعلومة اللي عندي كما هي عندكم ولكن هذا سلك باب الهداية فسبحان الله العظيم دخل ولذلك الإنسان عندما يتطامن سبحان الله يعني ابن عباس لما انططى صهوة جواده جاء زيد بن ثابت أحد كتبت الواحي وهو رئيس اللجنة يعني إذا جزت تعبير يضع الركاب في قدم ابن عباس ابن عباس يا خولي عني يعني ما الذي تصنع يا زيد قال هكذا أمرنا أن نجلل ألا بيت نبينا فقال هذا ابن عباس من فوق الفرد وقبل هذا زيد ما الذي تصنع ونحن أمرنا أن نجلل علماء الله هذا التوضع الجميل جميل